تحرص الدولة على توفيرها للمواطنين بمستوات متقدمة كونها تمس حياة المواطن اليومية وتحديد احتياجات المواطنين لها دون معرفة آراء المواطنين عن مستوى هذه الخدمات وهذا ما تقدمه المجالس البلدية ودعم القرار البلدي بما يحقق تطلعات المواطنين وإضافة إلى ذلك فإن هذه المشاركة تجعل المواطنين في موقع المسئولية المشتركة مع الجهات الرسمية وهذا ما يزيد من مستوى الوعي والمبادرة لدى المجتمع نشاهد هذا التقرير لا تزال الأنظار تتجه صوب مراكز الانتخابات البلدية في دورتها الثالثة حيث قيد الناخبين والمرشحين والأعداد في تزايد مراقبون الانتخابات البلدية يرون أن الحركة في بعض المراكز الانتخابية هادئة مشيرين إلى أن قيد الناخبين وكذلك المرشحين سيزداد مع اقتراب إغلاق سناديق الاقتراع يوم الاثنين المقبل حيث موعد الانتهاء من قيد الناخبين والناخبات فيما يستمر قيد المرشحين والمرشحات حتى الرابع من شهر ذو الحجة وفي هذه الدورة الجديدة للانتخابات التي شهدت مشاركة المرأة وفئة الشباب فوق ثمانية عشر عاما وكبه تطور في صلاحيات وأنظمة المجالس حيث تم زيادة عداد لعضاء المجالس البلدية ليصل إجمالي عددهم إلى ثلاثة ألاف ومائة وتسعة وخمسين عضوا مقارنة بألفين ومائة واثنى عشر عضوا خلال الدورة الثانية أي بزيادة بلغت ألف وسبعة وأربعين عضوا جديدا ويبقى السؤال هل ستكون هناك إسهامات تطويرية للأعضاء والعضوات الجدد في المجالس البلدية في دورتها الجديدة أفضل من سابقهم أهلا بكم أحبتنا في كل مكان في تغطية أخرى لما يتعلق بالانتخابات البلدية وما يجري عليها إلى الآن رغم أننا قريبين جدا من إغلاق هذا الباب بعد أيام أو بعد بضعة أيام نستضيف في الأستوديو ثلاث ضيوف وكذلك ضيوف آخرين خارج الأستوديو سنبدأ بضيفتنا الأولى الأستاذ سلمة الراشد رئيسة مشروع قدرة بجمعية النهضة أستاذ سلمة مساء الخير سعد وجودك معنا وكذلك الدكتورة آمال بدردني الدين السناري الطبيبة والناشطة الاجتماعية أهلا بك دكتور آمال ناشطة وطنية ناشطة وطنية طيب نعم خلصنا من السناري جدا من ناشطة الوطنية وكذلك الأستاذ سالم الإيامي الكاتب الصحفي أهلا بك أستاذ سالم أهلا وسهلا أيضا هناك خارج الأستوديو ضيوفنا من جازان وكذلك من نجران لدينا أيضا الدكتور محمد علي معشي وكذلك أو ما يتعلق بجازان الدكتور محمد علي معشي العميد خدمة المجتمع في جامعة جازان وكذلك أيضا الأستاذ زيد علي شويل أمين المجلس البلدي في نجران وكل أيضا من الأستاذ عبير آل عبير آل بستنجي الإعلامية من جدة طبعا هناك ثلاث ضيوف خارج الأستوديو سيكون بإذن الله حديثنا فيما يتعلق بالمستجدات الجديدة حول الانتخابات البلدية سأبدأ بك أستاذ سلمة في بداية الحديث عن موضوع اليوم خصوصا فيما يتعلق بالعناوين هناك عنوان مهم جدا كيف ممكن أن تكون الحملة ناجحة وكيف لأصداء الحملة أن تنجح وكيف لثقافة الناخب أن تنجح أو تنجح هذه الحملة أريد أن أبدأ بك بهذا المحور لنستهل حديثنا لهذا اليوم لك الحديث أستاذ سلمة شكرا لك وأشكر لك إصدافتنا اليوم بالنسبة لدور الناخب في المشاركة في الانتخابات أكيد كلما كان الناخب عنده وعي بدور المجالس البلدية وبأهمية الدور وصلاحيات المجالس البلدية ما يقوم فيها وأثرة في تنمية المجتمع المحلي سيكون دوره فعال أكثر سيكون يوصل تطلعاته للمجلس البلدي فهي علاقة متبادلة بين المواطن والمجلس البلدي ممتاز طيب أنا بأسأل كيف يكون للناخب دور أو كيف يكون للناخب أو كيف يصل الناخب لهذا الوعي دكتور أمال إذا حبيت تجيبين على السؤال كيف يصل الناخب لهذا المستوى من الوعي لي يدعم مثل هذه الحقبة الجديدة إن صح التعبير أي إنسان يصل للوعي عن طريق التدريب وهذا مفتقط مع الأسف وحقيقة المفروض أنه الوعي يبدأ من سنوات كثيرة يعني من السنة اللي نزل فيها القرار المفروض أنه العامة كلها تتوعى رجال وسيدات وكبار وصغار لأنه الموضوع يمس كل شخص في البلد يمس الوطن كله فإحنا بنحاول نوصل لحلول تخلينا عايشين حياة مريحة في وطننا نبنقدم للوطن شيء والشيء هذا لازم يكون على علم وبينا إيش الطرق اللي نسويها فاللي عندهم خبرة ما قصروا في الوقت الحالي وساعدونا في أمور كثيرة أننا نوصل للمعرفة ونوصل للعلم الضروري لكن المفروض أنه الجهات المختصة تنشر الوعي في جميع أنحاء البلد ومن جميع الجهات أي جهات تقصدين؟ حدديلي الجهات إلى سنعتي على سبيل المثال؟ على سبيل الإعلام مثلا؟ أولا الإعلام ثانيا حتى المدارس الجامعات تبدأ من البداية نعم لأنه إذا تعلمنا من طفولتنا إيش هي بلدنا وكيف نحبها لازم نتعلم من بدري بعدين المرحلة التالية من الابتدائية للإعداد للثنوي للجامعة الكل لازم يعرف لكن أروح لأحد أقول له عندنا انتخابات تعالوا لنا ما هو فاهم ما هو فاهم إيش ولا عنده ثقافة أبداً مع الأسف فكان هذا بالنسبة لي أنا صحيحة تعلمت شوية منها بس كان بالنسبة لي صدب أنه ما عندهم فكرة بالمرة يعني الواحد بيشوف إيش في في الاحتياجات للبلد تحسوا نفسه يعني شارك 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 باحتياجات بضطط دكتور أستاذة سلمة في شيء تريد أن تقول بس كانت حابة أذكر أنه بالنسبة للنشر المعرفة وكيف ممكن الناخب يوصل للمعرفة أعتقد فيه كثير وسائل توفرت في هذه الدورة من ضمنها الحملة التي قامت فيها جمعية النهضة هي حملة توعوية قمنا بإعداد برنامج مدى اللي هو برنامج تدريبي الهدف منه بناء قدرات الناخبين والناخبات السعوديين ننشر المعرفة بدور المجالس البلدية إيش هي وليش ممكن نشارك وكيف ممكن نشارك بالإضافة لهذه أنشأنا موقع إلكتروني هو وطنية.com يحتوي على كثير من المعلومات وكمان أعتقد وزارة الشؤون بلدية والقروية أنشأت كمان موقع انتخاب في معلومات كمان كثيرة كنا نحن موجودين في المجمعات التجارية كنا نحن موجودين في الجامعات نحاول نحن نوصل لها واضح أنا ما أبغى أن أصدق الأستاذ سالم إذا سمحتي لي دكتورة أعطيك فرصة أستاذ سالم يبدو لي يبدو لي كذا من كلام الدكتورة أمال الأستاذ سلمة وأيضا ما سنأخذ من آراء من خارج الستوديو أن القضية قضية عدم معرفة وعدم وعي بأهمية الانتخابات بسم الله الرحمن الرحيم أنا في تقديري عندما أنظر إلى التجربة بكاملها يعني في دورتها الأولى والثانية ونحن الآن نبدأ الدورة الثالثة أنا أرى أنه هناك يعني إنجاز تراكمي لدى النأس دليلي أو يعني الإحساس هذا لدي ينبع من التطور أو المساحة الأعمق التي تشهدها الانتخابات يعني دخول المرأة ومعنا سيدتين ونحن معضوضين هاللنساء ويعني زيادة عدد الناخبين وزيادة صلاحيات المجالس في تقديري هي قفزات في فترة بسيطة يعني لمجرد دورتين في هذا البلد أول مرة تحدث يعني لا نستعجل لا أنا أرى أن هناك يعني نمو موجود وملموس ودليل أنا ألمح من كلامك أنك تقول إحنا مستعجرين على النتائج يعني انتظروا شوية مدام إحنا في تجربتين في مثل هذا الميدان يعني الميدان يعني هو أساسه مشاركة المواطن جيد لا أرى أن هناك استعجال كل ما كنا مستعجلين كان جميل هذا الاستعجال جيد ولكن النتائج ممكن تكون على حسب النتائج ممتاز دكتورة أناس أنتقل إلى الأخوان خارج السيديو إذا تريد أن تقول شيء قبل أن تقفل فقط نتقفلين نبدأ فعلا نتعرف على موضوع الانتخابات من خمس سنوات من ساعة ما جاء القرار وبدأنا ندرس ونوعي نفسنا فيه الحقيقة جمعية النهضة ما قصرت من سنتين بدأنا برضو نتعلم عندهم الدورات المفيدة واستفدنا كثير من الأساليب الراقية في التعلم ووصلنا لأننا نقدر نقول نعرف شيء عن الانتخابات وبالنسبة لي الأرقام التي ذكرت أنه 3000 ناخب ونحن كم مليون أنا أريد كل شخص موجود في البلد يعرف يعرف إيش هي الانتخابات أول وبعدين يروح يكون ناخب وبعدين نقرر يشي بغيس جيد دعني أخذ رأيي للأستاذ عبير البستنجي الإعلامية من جدة أستاذ عبير الجميع تقريبا اتفق على قضية عدم معرفة بالانتخابات هناك نقص وعي إلى آخره إذا أحببت أن تعلق هذا المجال هذا شيء جيد ولكن أريد أن أربط هذا الكلام بكلام آخر هو دور المرأة والشاب في هذا الموضوع بالذات كشريك لماذا لا يكون بهذه الطريقة لماذا لا يعرف الشاب والمرأة والشابة أنك شريك في تنمية البلد لذلك لابد أن تشرك رأيك وتنتخل دخول المرأة السعودية كناخبة ومرشحة باعتبارها للمرأة الأولى فهذا يمثل تحول جنذري في العمل البلدي فمشاركة المرأة والشباب في المسؤولية المشتركة مع الجهات الرسمية تحسس أن المرأة والشباب هم من واقع مسؤولية مشتركة مع هذه الجهات الرسمية باعتبارها هذه التجربة الجديدة مختلفة شكلاً مضمونة على الانتخابات السابقة طبعاً فمشاركة المرأة والشباب في هذا الجانب بما أن المرأة هي الأقرب لمحيطها لأسرتها للمتواجدين حولها في مجتمعها تلامس إيش احتياجاتهم إيش اللي يحتاجوا إيش تطلعاتهم كذلك الشباب الشباب لابد أن كلهم دور فعال في هذه الانتخابات لما يلامس إيش تطلعاتهم إيش مشاكلهم إيش احتياجاتهم إيش آراءهم في هذا الجانب فالخدمات البلدية هي كما تعلمون أنها تمس حياة المواطن احتياجاته اليومية المتنوعة من حيث النظافة الصحة العامة الشوارع فالمرأة والشباب أجدر بأنهم يكونوا قريبين في هذا الجانب بما أن المرأة السعودية أثبتت أنها شريك فعال في الانتخابات البلدية وذلك متضح من مشاركتها في الإعداد والتنظيم للانتخابات جميل شكرا لك يا أستاذ عبير أضفت إضافة أحتاج أن أطرحها على الدكتور محمد علي معشي عميد خدمة المجتمع في جامعة الجزان دكتور محمد ذكرت الأستاذ عبير ما يتعلق ب أنه لا بد أن يكون عند الشاب والشاب باحتياجات وهذه الاحتياجات التي تمس يعني حياتها الطبيعية لماذا لا يشارك برأيها الآن مدام وصلتك الفرصة هنا إلى حد الآن مدخل جيد الحديث عن مشاركة الشاب والشاب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين في البداية أشكرك أخي عبد العزيز على هذه الاستضافة ورحب بالأخوان اللي معك في الستوديو أو الأخت من جدة أو من نجران وأنا سعيد جدا بتواجدي هذه الليلة معكم فيما يتعلق بقضية الدخول للشباب والسيدات في الانتخابات البلدية طبعا كلنا نعرف سابقا أن الشباب كان متاح لهم في عملية الانتخابات وكانت فقط تقتصر على سن 21 عام فأعلى في هذه الدورة الثالثة من الانتخابات أعطي للشباب مرحلة عمرية أقل يعني من سنة 18 عام إلى ما هو أعلى فرصة أكبر لإثبات الشاب إثبات قدراته إثبات إمكاناته إدخاله في جو جديد مرحلة جديدة مرحلة عمرية جديدة وقبل هذا يا أستاذ عبد العزيز أنت والأخوان أنا أعجبني حقيقة شعار الحملة الانتخابية في دورة الثالثة وهي شارك في صن القرار عملية جانب هذا من ناحية نفسية لما يشعر الشاب أو السيدة أنها لها دور ولها عامل إيجابي في بناء المجتمع السعودي سينعكس تلك إيجابة لعملية الانتخابات وستكون نتائج إيجابية بإذن الله فيما يتعلق بالأخوات السيدات يعني خطوة إيجابية حقيقة وطبعا كلنا نعرف أن المرأة السعودية دخلت في مجال العمل في مجلس الشورى تقريبا في عام 2013 بقرار تاريخي من المرحوم بإذن الله خادم الحرمي الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز طيب الله وفي بداية 2015 أيضا سمح للمرأة السعودية بالدخول في مجال الانتخابات كناخبة وكمرشحة المرأة هي جناح المجتمع الثاني نعم فحقيقة جانب إيجابي ومؤشر إيجابي لنجاح الحملة الانتخابية في دورة الثالثة جيد أنا أساعدك دكتور محمد الأستاذ عبير أو الأستاذ زيد وأيضا ضيوفي في الستوديو الانتقال إلى ما يتعلق بهذا الاستطلاع لنعود مرة أخرى للحديث عن ما هو الجديد في الانتخابات البلدي الأقبال أكيد أنه أميز من السابق وأكيد أنه التغطية الإعلامية اللي جاية من البلديات بشكل عام أفضل من السابق لكن يبدو لي أنه الناس عندها تجربة سيئة من المجالس السابقة من فعاليتها يعني وبالتالي ما في تحفز كامل يعني تأثير الدعاية على الأمر أو الترويج للعملية الانتخابية جيد ولكنه في قصور نتيجة التجربة السابقة إنما كانت مكتملة خلينا نقول المصداقية المصداقية في كل ما يطرحها في كل الدعاية مو بس إنها دعاية وبس المفوضة أنه تكون يعني قولوا فعل على قولتهم البلدية في الدورة الثالثة أرانها جيد 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 ونتمنى أن يكون أكثر تكبال مما هو عليه زي أنه يكون يعني فاهم متفتح ليس عنصري يكون من طبقة اللي يتحاكي المجتمع يعني ينزل يشوف يعرف شي يحسون فيه المجتمع آلامهم حتى تتعدل حتى يعدلها وتتطور إن شاء الله ذا الأفضل خطوة جريئة وسديدة ونتمنى أن تشارك المرأة بفاعلية في هذا المجال الإقبال من المجالس البلدية في الدورة الثالثة نفسه في الدورة الثانية والدورة الأولى يعني ممكن تقول أنه من النادر اللي تشوف الناس متفاعلين معه أو يعرفون عنه أي شيء ممكن لما نمر بشارع ونشوف جدوى الانتخابات أو شخص رشحه يقول رشحوني ممكن هنا نعرف أنه فيه انتخابات لكن أقبال تفاعل من الناس أنا ما أشوف هالشي مرة نهائيا أنا أتمنى النزاهة الاستقامة الوطنية أن يخدم ناخبيه كما هو متوخم أنا أتمنى أن يكون مثلا شخص يقول لك الشيء اللي هو بالفعل يقدر يسويه ما يعطي الوعود الوهمية لكثير نسمعها علشان كذا ما يكون فيه إقبال على الانتخابات لأنه غلبهم وعود وهمية غير صحيحة فتقريبا الصدق في أي شغلة هو المتطلب الرئيسي والله الشخص أنا زي ما قلت طالما مجالس البلدية المجلس البلدي غير مفعل كدوره بشكل كافي فبالتالي دائما سيكون في قصور والشخصيات الكفأة ما ستترجع لأنها تقدم نفسها كمرشح ولكن إذا فعل المجلس البلدي وفعل دور وأصبح له صوت قوي وأصبح له تأثير في التنمية وأصبح له خلينا نقول حتى كمان تأثير على قرارات البلديات بالذات إنه الآن في استقلالية أكبر حتصير وحتصير في الانفصال للمجلس البلدي عن البلديات هذا يمكن يعطي حافز أكبر على إنه الناس الذات كفاءات عالية تخش هو مهم إنه يكون في النهاية هو ممثل لمنطقته أو دائرته كما يعني هو مقسم وكمان بالتالي مهم إنه يكون مرتبط يحس بالناس يعني مرتبط بالناس يحس بيهم يتواجد معهم في الصلوات يتواجد معهم في الحي مش غير متواجد دائما يعني هذه الأمور مهمة لأنه في النهاية المجلس البلدي ما يمثل النخبة هو يمثل المجتمع بشكل عام يعني أنك تأخذ أحد من النخبة عنده شعور بالفئات الضعيفة أو المجتمع بشكل عام أو أنك تأخذ أحد من بين هذولا يكون عنده كفاءة عالية من بين المجتمع بشكل عام ويكون عنده كفاءة عالية أحدنا لكم أحبتنا في كل مكان كان هذا الاستطلاع عن مجموعة من النقاط بإذن الله سيكون نقاشنا مع ضيوفنا في الأستوديو عن هذا الموضوع أيضا عن ضيوفنا خارج الأستوديو سأبدأ بك مرة أخرى أستاذة سلمة وإن كنت تعرف بضيوفي سلمة الراشد وكذلك دكتور أمال بكر الدين وودر الدين وكذلك الأستاذ سالم اليامي هنا في الأستوديو وخارج الأستوديو دكتور محمد علي معشي وكذلك الأستاذة عبير البستنجي أستاذة سلمة هي نقاط كثيرة جدا من ذكرت في الاستطلاع ما يتعلق بالتغطية الإعلامية ما يتعلق بالإقبال ما يتعلق بالمصداقية هناك شغلة مهمة جدا كيف أعرف أن هذا الناخب كفو قادر على إنجاز ما أريد أنا إنجاز ولكن الحديث مما تشاي شكرا منك أعتقد هذا التقرير ونوعية الأشخاص التي يتكلمون فيه جميل لأنه سبب بالضبط هذا الذي سمعنا من أراء الأشخاص هو سبب لماذا عملنا على البرنامج التوعية التوعية ممتاز لأنه نذكر الأخ لو نلاحظ فيه بالأسف لا يوجد أسماء الأشخاص لكن يجب أن تلاحظ أنه شخص عنده معرفة عارف أن الصلاحيات تغيرت عارف تفاصيل فتشعر أنه عنده ثقة ويتكلم أكثر من الآخرين هناك أشخاص تتعلق على أشياء دورات السابقة فما هي مبنية على معرفة شفتها مباشرة واضح 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 الشخص عنده خبرة في هذا المجلس لو سأل الزمين من أقام هذا التغطية هل شاركت هذه السلام ممكن يقول لك لا بالضبط وهي الأهمية أستاذ عبدالعزيز أنه هنا أهمية معرفة صلاحيات المجلس حضرتك سألت كيف أنا أختار بعدين المرشح مهم أعرف إيش صلاحيات المجلس منها أنا حقيص هل هالمرشح يوعدني بأشياء هي من ضمن صلاحيات المجلس أساسا منها كمان ذكروا تمثيل المواطن وهنا أهمية وهذه دعوة للمواطنين أنه أروح وأسجل عشان أضمن حقي في المشاركة قيد الناخبين يغلق يوم الأثنين فنبغى المواطنين ومواطنات يروحوا يسجلوا يأخذ خمس دقايق الوثائق المطلوبة قليلة جدا وبسيطة لو أروح أسجل أضمن حقي أنه أضمن أني أنا أقدر أشارك في يوم الاقتراع وأقدر أخلي المجلس يشبهني أضمن تمثيل وذكرواها أنه المجلس يشبهني ويمثلني وأعتقد أنه هنا لماذا قمنا بهذا الدور الكوعوي؟ هناك أسئلة كثيرة حول موضوع بالذات دوركم مثلا الشخص الذي يشارك في الانتخابات البلدية كيف يعرف الدائرة كيف أسجل أصلا في الانتخاب كيف الطريقة الوثائق المطلوبة كذلك ذكرت قبل قليل ما يتعلق ب انتهاء الانتخابات يعني هي أمور كثيرة جدا يجهلها البعض لك الحديث دكتور آمال فيما يتعلق بالإقبال المصداقية يعني أنا لا أقبل لأني ليس لدي مصداقية طيب كيف أعرف أو كيف أجعل هذه المصداقية أو تتكرس هذه المصداقية لدى الناخب أولا بالوعي الوعي القاعدة الأساسية التي انطلق منها أي إنسان يبني عليها أي شيء آخر لكن إذا كان ما في توعية سابقة قليل من يعرف الأشخاص الآخرين إلا أنه عنده خلفية عنهم عنده فكرة عنهم بإطلاع أو بأي وسيلة أخرى من ناحية عملهم أو من ناحية حياتهم العامة جميل لكن بالنسبة للتوقيت عندي مهم جدا جدا ما بيكفت ثلاثة أسابيع للناس اللي ما عندهم معي بالذات فأنا أتمنى أحد المسؤولين يسمع الرأي هذا أنا عندي مقترح أنه تمدد فترة علقة قيد الناخب قيد الناخب مهم جدا جدا لأن القاعدة الأساسية هي التي بتدخل مو مهم الترشيخ لكن مهم اللي بينتخب اللي بينتخب مو بس عشان ينتخب عشان يصير عنده فكرة إيش قاعد يصير لأن أنا دخلت أماكن كتيرة ومع الأسف ما بيعرفوا إيش الانتخابات ولا إيش تفاصيلها ولا 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 فأنا ما حتكلم عن النقاط التالية إلا لما أشوف عندي قاعدة كافية كلهم عندهم وعي يلموا بدخولهم الانتخابات اللي أساسا عشانهم هي كل ما ذكرنا قبل قليل وأن كنت ركزت دكتورة على موضوع الوعي سأطرح الحديث للأستاذ سالم أستاذ سالم وأنت كاتب صحفي إعلامي وإن كنت أيضا مستشار وباحث في اللاقات الدولية الآن أننا في عهد تويتر في عهد الواتساب في عهد أمور لم تكن أو نحلم بها في عام 2007 أو حتى في عام 2009 بالذات إن كان تويتر جاء في 2009 أو ما قبل ولكن تشتهر بعد ذلك الوعي قليل والأدوات موجودة هل هي معادلة غلط في تقديري هي ليست معادلة غلط وفي تقديري أن يعني هذه الوسائل على الأقل كما أنا رأيتها أو كما يعني شاركت كثيرين فيها ورأيت كيف يتشاركهم فيها ويسألون عن مواقع الانتخاب وعن مثل ما ذكرت زميلتي عن الأوراق كيف يجدونها هناك استغلال على الأقل في الحدود الدنيا لهذه الوسائل ولكن إذا تسمح لأنا أعود للأشخاص الذين رأيناهم وأنا أحييهم على تقرير أي نعم على شفافيتهم هذا الرقم واحد الرقم الثاني هو أعادنا إلى الحديث الذي بدأناه قبل قليل وأنه من انطلاق هؤلاء الأشخاص في الحديث لديهم خبرة هم لديهم معرفة من يقول ليس لدي لا أعرف كذا كيف يكون في شفافية نقطة أخرى وهي مهمة الطلبات التي طلبوها الأشخاص طالبوا بها اللي هي شفافية والمصدقية وأن يكون رجل بيننا في المسجد وفي الشارع وفي الحارة هذه الأشياء هم من يقررونها ولكن لن يقررها الآن في تقديري سيقررونها في المستقبل جميل في المستقبل وربما تكون واحدة من الأدوات التي تحدثت عنها التي هي وسائل التواصل الاجتماعي إحدى وسائل تأزيز معرفته في المستقبل ليختارون رجل الذي يكون يحمل همهم أنا متابعتي للتويتر بالذات ولو وسائل التواصل الاجتماعي لم أرى بكثرة يمكن شاركوني رأي أنا ما أدي بكثرة ما يتعلق بطرح الانتخابات البلدية هذا السؤال لك أستاذ عبير فيما يتعلم وأنت إعلامية هل وسائل التواصل الاجتماعي الآن ضعيفة في بث مثل هذا الموضوع لو أتكلم على جانب آخر حدث معين رياضي اجتماعي في الفترة الأخيرة نرى يأكل الجو تماما في وسائل التواصل الاجتماعي بينما الواتساب مثلا أو ما يتعلق بتويتر أو حتى الوسائل الأخرى يعني باستحياء انصح التعبير ومهتمين يعني منتقين بالذات صحيح إحنا بنقول أن الإعلام له دور قوي وفعال بنعرف بالمجالس البلدية أهمياتها اختصاصاتها صلاحياتها يحث المواطنين على التسجيل في المجالس البلدية يعزز الثقافة في المجتمع فالإعلام هو الشريك أساسي في أنه يوحي الناس يوحي ما هو دورهم ما هو المسؤوليات المواطن نحو مجتمعهم نحو وطنهم فإحنا بنقول أن الإعلام له دور قوي جدا وفعال موجود الدور بس نحتاج لتكثيف أكثر وعمق بما أنه نحن بنشوف في محيطنا في المجتمع يعني مل كل عنده الثقافة مل كل عنده التفاصيل إيش اللي بيحصل في الانتخابات إيش الاحتياجات إيش الدور فئات من المجتمع هم اللي يكون عندهم الخبرة جاي جاي فالإعلام له دور كبير جيد أيضا دكتور دكتور محمد علي معشي حتى هاشتاغ يمكن لم أرى هاشتاغ يتعلق بالانتخابات وإن كان مر مرور الكرام في تويتر أنا أركز على هذا الموضوع لسبب واحدا أسرع ما يتعلق بالمجتمع السعودي في فترة حالية هو تويتر بغض النظر عن كل الأمور الأخرى لا يزال تويتر متصدر القائمة برأيك لماذا لم يتم العمل على الانتخابات عن طريق مثل هذه الوسائل طبعا أنا أشكر الأخ اللي عد التقرير والزملاء الأخوان المواطنين اللي شاركوا في التقرير لكن شد انتباه أحد الأخوان يقول أن ما في إقبال أو ما في يعني في عزوف تام الانتخابات البلدية أنا أختلف تماما معه في نقطة يا سيد عبد العزيز أنت والأخوان غائبة عن الذهن وهي أن في الدورة الأولى والدورة الثانية كانت المراكز الانتخابية أعدادها محدودة الآن في انتشار يعني في توسع أصبحت المحافظة الوحدة يعني في الدورتين السابقتين كان ممكن يكون مركز أو مركزين الآن ثلاثة أربعة مراكز فممكن يكون في انتشار أكبر في توزع المواطنين والناخبين على أكثر من دائرة انتخابية أو مركز انتخابي لكن هذا أيضا لا يؤدي إلى أن فعلا هناك انتشار إعلامي أو فعلا زي ما تفضلت الوسائل التواصل الاجتماعي مقلة جدا في عملية نشر الثقافة ووعي الانتخابات وهي يا أستاذ عبد العزيز هي ثقافة وفكر مجتمع ومسؤولية اجتماعية إحنا إذا أردنا أن ننجح الانتخابات بمعناها العام الشامل وليس فقط الانتخابات البلدية يجب أن نبدأ من المدرسة نعود نعود على المدرسة مرة أخرى أستاذ محمد أو دكتور محمد نعود المدرسة مرة أخرى المدرسة ماذا تستوعب إذا كانت المدرسة لا تستوعب بانتخابات لا تستوعب فكر تعصب رياضي مثلا أو حتى على مستوى الطرح الاجتماعي بشكل عام كل شيء المدرسة 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 ألا يوجد مكان آخر أنا يا سيد عبد الاجتماعي لأقصده أنمي ثقافة الانتخاب في نفس الطالب وهي بسيطة جدا يعني أستاذ في الصف الدراسي ممكن يكلف أحد الطلاب أو يرشح ثلاثة يختار ثلاثة من الطلاب ويطلب من زملائهم البقية الفصل في 25 طالب يختارون من يرون أنه ينوب عن الأستاذ في حال غيابه أو تأخر عن حصة دراسية تصير تصير معلش دكتور قد صارت وحتى على مستوى الرياضة عندهم تصير يعني تطلعون واحد يتكلمون معه من الأفضل وكابتن أو كذا ويش تختارون هذا موجود أنا ماني ضد كلامك كلامك سليم بس ما ودي أنا يعني أصب كل ما يتعلق بهالجانب هذا فيه جانب إعلامي مقصر فيه جانب إعلامي مقصر أيام 2006 كنا نشوف الرول أب ونشوف الشوارع ونشوف في كل مكان الآن وسائل التواصل أسرع وتوصل بسرعة حتى من ناحية بروشور ما شفنا عند مساجل ما شفنا عند مكان اسمح لي أنا معك في كل ما تقول لكني ولي وجهة نظر وإن كنت أراها يعني ليس من حقي ضرحها ولكن أرى أنها موجودة الآن صحيح صحيح أستاذ أبد العزيز لكن أنا اللي أقصد يعني تعويد النشأ على ثقافة الانتخابات جميل في المرحلة في الابتدائية في المتوسط الثاني وحتى في الجامعة طرى موجودة في الجامعات يا أستاذ أبد العزيز أي أعرف موجودة بس على استحياء يعني في الأندية الأندية الطلابية فيها انتخابات أنا اللي أقصده يعني نريد أن نؤسس لفكر انتخابي بشكل عام وليس فقط في الانتخابات البلدية في الأندية الطلابية في رؤساء الأندية الرياضية بشكل عام في كل ما يمس حياة المواطن عجبتني كلمة فكر انتخابي سأطرحها بعد قليل ولكن بعد أن أن تقل يا زميل سيف فيما يتعلق بفقرة الصعافة أهلا بكم مشاهدين إلى فقراتنا الصحفية حول موضوع الانتخابات البلدية والبداية من صحيفة الرياض وخبر بعنوان لجنة الانتخابات حريصة على العدالة وسأتتصدى لكل مخالف أكد المتحدث باسم الانتخابات البلدية المهندس جديع القحطاني على حيادية أعضاء لجان الانتخابات العاملة في المركز الانتخابية مبينا أنه قد تم اختيار العاملين في هذه اللجان من خارج غطاع البلديات وذلك لتحقيق أعلى درجات النزاهة والاستقلالية التامة منبها على أنه لا يجوز إلساق أو توزيع أي مواد دعائية للمرشحين داخل المراكز الانتخابية أو على حوائطه الخارجية كما لا يسمح بالخوض في أي نقاش ذي طابع دعائي للمرشحين داخل المراكز الانتخابية وأضاف القحطاني أن اللجنة العامة للانتخابات حريصة على عدالة العملية الانتخابية وشفافيتها وشددا على أنها ستتصدى بحكم مسؤوليتها النظامية لكل من يخالف مبادئ الحياد والموضوعية ويحاول الإخلال بنزاهة الانتخابات عبر تشكيل التكتلات أو القيام بأي عمل فيه إخلال باللوايح والأنظمة الانتخابية وأتابع القحطاني لقد شهدت العمليات الانتخابية البلدية على مستوى المملكة حتى الوقت الحالي تسجيل أكثر من 700 مرأة ناخبة وهو رقم كبير وضخم في الدورة الانتخابية الأولى لمشاركة المرأة وننتقل إلى ذات الصحيفة وخبر بعنوان مراكز انتخابات مكة والمدينة تغلق بوابها اليوم تغلق المراكز الانتخابية في مكة المكرمة والمدينة المنورة اليوم باب إجراءات تسجيل المرشحين وتعد تلك المرحلة الثاني مراحل الدورة الثالثة من انتخابات أعضاء المجالس البلدية بعد مرحلة قيد الناخبين وقد سجلت المراكز الانتخابية في مكة المكرمة والجموم وعسفان الثلاثاء الماضي في آخر أيام مرحلة قيد الناخبين في الدورة الثالثة من الانتخابات البلدية بأم القرى أعلى نسبة إقبال من الناخبين والناخبات حيث وصل عددهم 1355 ناخبا وناخبة منهم 1021 ناخبا و334 ناخبة ليصبح أجمال عدد الناخبين والناخبات الذين سجلوا بياناتهم في المراكز الانتخابية البالغ عددها 47 مركزا انتخابيا منذ بداية مرحلة قيد الناخبين في مكة المكرمة في الشهر الحالي بـ 10851 ناخبا وناخبة منهم 8449 ناخبا و2400 ناخبة فيما وصل عدد المرشحين والمرشحان والمرشحات حتى الآن 205 مرشحين ومرشحات أكدت اللجنة العامة أن جميع الموعيد المحددة سابقا بالنسبة لبقية المناطق على مستوى المملكة للمرحلة الأولى التي تشمل قيد الناخبين وتسجيل المرشحين ستبقى كما هي من دون أي تغيير وفقا للبرنامج الزمني للانتخابات ونوهت إلى أن الموعيد الانتخابية لبقية المراحل في المدينتين المقدستين ستبقى على ما هي عليه دون أي تغيير وأنه سيتم إعلان القوائم الأولية للمرشحين في الموعد المحدد وفقا للجدول الزمني المحدد بتاريخ 436 الموافق للسابع عشر من الشهر المقبل إذن هذا كل ما لديه من أخبار الصحف عودة للزميل عبد العزيز وضيوفي الكرم عدنا لكم أحبتنا في كل مكان كانت فقرة ما يتعلق بالصحفة والطرح في مواضيع الانتخابات بالذات وكنا تكلمنا قبل موضوع الصحفة لعدم طرح الإعلام بشكل مباشر أو بشكل مركز حول الانتخابات رغم أن حديث الشارع الآن أو حديث الأيام الحالية وما نقصده بالذات وسائل التواصل الاجتماعي أذكر فقط بضيوفي في الاستوديو كل من الأستاذة سلمة الراشد رئيسة مشروع قدرة بجمعية النهضة وكذلك دكتور عمال بدر الدين السناري الطبيب والناشطة الوطنية وأيضا الأستاذ سالم اليام الكاتب الصحفي والمستشار والباحث في الإلاقات الدولية وأيضا من خارج الاستوديو كل من دكتور محمد علي معشي من جازان والأستاذ عبير البسنجي من جدة لك الحديث أستاذ سلمة الراشد وإن كنا تحدثنا قبل قليل عن الإعلام الجديد إن كنت تريد أن تتحدثين عن هذا الجانب بالذات لك الفرصة لأن هناك أيضا أمور أخرى تخص جانبك أنت شكرا شكرا لك بالنسبة للإعلام قامت النهضة جزء من الحملة التوعوية نحن أنشأنا هاشتاغ صوتك أندرسكور يفرق وهذه دعوة مني لك أستاذ عبد العزيز للمشاهدين أنهم يدخلوا على الهاشتاغ ويشوفوا قد إيش فعال وفيه يعني نحن أسعيدين أنه تبنتك كثير جهات وصار هو الهاشتاغ الذي ينحك فيه عن الانتخابات فهذه دعوة مني لك أنك تدخل وتشوف هاشتاغ صوتك يفرق اللي هو استخدمنا كجزء يدعم الحملة لأنه نؤمن أنه لو شاركنا وكان في مشاركة مجتمعية أنه صوتنا رح يفرق إن شاء الله كمان بس حاب أضيف بالنسبة نحكي عن الثقافة ونحكي على أنه المجتمع يعرف أولا أنا أعتقد لا نظلم أنفسنا أعتقد أنها لا زالت تجربة حديثة في المجتمع ولا زالت هي شيء جديد علينا في المجتمع المهم وإحنا اللي سويناه في النهضة اللي هي المشاركة المجتمعية مهمني أشارك مجتمعيا أشارك في أي شيء من حقه أنه ينمي مجتمعي المحلي هذه مسؤوليتك مسؤولية المواطن طبعا ودورنا نحن في النهضة من خلال هذه الحملة أكثر ما يلامس الحاجة هو صاحب الحاجة بالضبط فنحن لا نظلم أنفسنا ونكون قاسين على أنفسنا لأنه مهم أننا لا زالت هي ثقافة جديدة على المجتمع هذه وجد نظر رسال سالم أيضا بقرية عدم جلد الذات والعدم استعجال في النتائج وكمان إذا ما عرف ما تتحب بس أنا أحب أنه بدلا ما نقول ما في وعي ما في وعي لما نستغل الفرصة اليوم بما نحن في استوديو الأخبارية ونعطي مشاهد بعض النقاط كيف ممكن نساعد اللازال الباقي عندنا اليوم تذكر الدوائر الساعة 9 المراكز الانتخابية يوم السبت موجودة كمان من 4 على 9 الأحد والأثنين فممكن نستغل أن أي أحد قاعد يشاهد نساعد ونعطيه بعض النقاط أن يروح ولازال عنده وقت يسجل أرجع لك لأنه نقفل على هذه أتوقع أنه نقفل عليها اليوم فيما يتعلق ببعض الأمور التي تخص الوعي دكتورة آمال موقع الانتخابات البلدية أو موقع ما يتعلق بالانتخابات في وزارة الشؤون البلدية والقروية يعني ليس بذلك الشكل وبذلك الجودة رغم أنه يلامس حدث معين هذا ما يعطيني أيضاً أنا مبغى دائماً أتكلم عن جانب السلبي جيد أن أتكلم عن جانب إيجابي ولكن ما يدعمني إلى الآن ما يدعمني لا هو يدعم إلى حد ما لكن مهما مستوى الطموح لا مهما مستوى الطموح صحيح لكننا في البدايات يعني هم دعونا مرة لاحظي أنه فيما يتعلق بالإحصائيات وتحديث الإحصائيات وأبدأت على طول يعني أنت يومياً المفروض تتحدث أنا أدخل اليوم وبعد ثلاث أربع يام نفس الشيء فهذا نفس الشيء بالنسبة للتواصل الاجتماعي هذا يرجعني للنقطة التي انتهت فيها مع السيدة لا النشاط الاجتماعي التواصل مع الهاشتاب مع الفيسبوك والتويتر والحاجات كثير من الناس لا يستخدموها كثير من الناس لا يستخدموها فما بالك أن تخلوا على الموقع لكن الموقع رسمي لماذا دكتور أمال؟ الموقع رسمي وعلى عين ورسمي أنا أخذ المعلومة عشان أطلعها في تويتر لا بدأ أخذ المعلومة من مصدرها فأنا أروح للموقع الرسمي أخذ المعلومة تم أن أحطها زي ما قالت الأستاذة سلمة وأبدأ أحطها في هاشتاق وأرتوث لها عشان تنتشر لا هي الحاجات الموجودة تؤدي الغرض ما أقول إنها سيئة لكن تؤدي الغرض المبدئي جاي لكن إبغالها تطوير لما يشوفوا فيه تجاوب إذا ما فيه تجاوب وما أحد يتواصل معهم كيف كيف بدهم يطوروا الموضوع جميل أخذ رأيك أستاذ سالم فيما يتعلق ب كنا أتكلمنا قبل قليل في جزئية مهمة جدا في كيف أعرف أن الناخب المنتخب كف يعني أن لما يكون ناخب لابد أبحث عن كفاءة هذا الرجل فهل هناك مقاييس معينة نستطيع قياسها بالطرح كما ذكرت قبل قليل حضور المنتديات في الحي المسجد إلى آخر ممكن نصلي نقطة معينة يعني القيادات أو الكفاءات الإدارية أو المحلية في قرية أو في مكان من يعرفها جيدا هم أهل المكان هذا رقم واحد الشيء الثاني هناك نقطة ونبهني لها أحد الأخوة عندما عرف أني سأشاره في هذه الحلقة المباركة وقال لي يعني ركزوا على المتقاعدين أصبح لدينا الآن نسبة متقاعدين كبيرة نسبة متقاعدين كبيرة وليس كبار فاستنع على فكرة نعم وهو رجل متقاعد في إحدى القطاعات المهمة ربما هو الذي يحمل خبرة وقال أنا أؤكد يعني للمجتمع بشكل عام أن كثير من المتقاعدين يودون التواصل مع الناس وتقديم خبرتهم حتى بالمجان هؤلاء لديهم خبرة في النواحي الرقابية في النواحي التخطيط في نواحي المتابعة في نواحي الإدارية أنا أعتقد أنهم سيكونوا مفيدين للمجتمع في القادم ولكن أنا أريد أن أشير إلى نقطة إذا سمحت لي في هذه الجزئية أني حقيقة أنا أغبط السعودين والسعوديين على على أنهم الآن يعيشون مرحلة تسمى الانتخابات البلدية يعني هذه في عرف الإدارة المحلية نقلة حضارية يعني لا أريد أن أكبر المعاني ولكن أقول بصدق و بإخلاص وأنا يعني أعرف هذه المسارة جيدة ناحية النواحي الإدارية أن يعني هم يعيشون الآن نقطة تؤسس للمستقبل هي مهمة في حقيقتها يعني كون عدم رضانة عنها لا ينفي ولا يقلل من أهميتها صحيح ممتاز أأخذ رأيك يا دكتور أو الأستاذ عبير أستاذ عبير فيما يتعلق بما ذكر الأستاذ سالم هل نحن فعلا نؤسس إلى مرحلة جديدة على مستوى المملكة العربية السعودية الوطن؟ نعم أستاذ عبد العزيز نحن هذه الثقافة جديدة علينا في المجتمع وفعلا نحن نؤسس هذه الثقافة ونبنيها ونطورها وننميها من خلال المواطنين ومن خلال الشباب ومن خلال النساء وخاصة في المحيط المجتمع لنبدأ من محيطك الأسري المجتمعي لا بدنا نؤسس هذه الثقافة ونبنيها خاصة أنه إحنا لدينا واللي بنشوفه ممكن الكثير مننا في طاقات من الشباب حتى في الأعمال التطوعية بتلاقي الشباب بيبادروا في أي عمل تطوعي يعني عندنا طاقات طب هذه الطاقات إحنا لم نطورها وننميها في بناء الوطن من هذول الشباب الشباب هم سواعد الوطن وفلابد أنه إحنا ننمي هذه الثقافة ونعطيهم الفرصة والمجال ونشوف من هو الأكفأ وذو الخبرة اللي هو يوصل أراء احتياج محيطه مجتمعه بيئته تطلعاتهم المستقبلية في حولهم جيد طيب دكتور محمد بحكم أنك في منطقة جازام بالذات يعني منطقة جازام معروفة بعدد سكان جيد أو أعلى من الجيد ولكن قد يكون نسبة التعليم فيها أقل من الجوانب الأخرى صاحح لي إذا لم أكن مخطئ وأجب على سؤالي هل هذا يؤثر على مسألة الإقبال عن انتقابات ومعنى العدد ونسبة التعليم أقل طبعا بالنسبة للتعليم أختلف ماك يا سيد أبرازيز تبضل لك الحق يعني بنسبة ضئيلة جدا يعني يفرق عن مناطق المملكة الأخرى وخاصة مناطق المركزية الرياضي جدا الدمام طبعا تفرق عن المناطق الطرفية لكن الحمد لله مستوى التعليم عندنا العالم توفر عندنا مدارس بوفرة وجامعة أيضا تخدم شريحة كبيرة وفروع للجامعة في كل محافظات المنطقة قضية أن مستوى التعليم يؤثر الانتخابات أنا معك في هذا النقطة هي في الأول أخير هي وعية زي ما تفضلت الأخت وعية المجتمع وتقافة المجتمع وفكرة المجتمع ماذا نحن كمتعلمين كأكاديمين ماذا سنقدم أو ماذا سننشر لهؤلاء الشباب حتى يخوضون هذه التجربة جميل عندي إضافة بس لو سمحت لي بالنسبة للأستاذ سالم يعني يرى أنه دخول المتقاعدين في المجالس البلدية أنا أرى تعطى الفرصة للشباب يعني تعارض تعارض أخذوا فرصتهم في الدورتين طيب أنا أجزم أنهم لم يكنوا متقادي لكن أنا أقصد كبار السن أخذوا فرصتهم في الدورة الأولى ممكن من ناحية الخبرة معلش دكتور محمد ممكن يقصد الأستاذ سالم وهو جنبي الآن من ناحية الخبرة يعني نستفيد من خبراتهم فطرح يعني ليس لازم يكون هو منتخب ممكن يكون مساعد نائب إلى آخره مستشار للمجلس مستشار للحملة شيء لكن أنا اللي أتمنى يا سيد أبي ريزينات والأخوان أنه طرح الأخوان أنه نريد شيء جديد جيد وأحنا نؤسس لبعد أربع سنوات من الآن يعني أنا المرحلتين أو الدورتين الأولى والثاني أرى أنها فقط أول خطوتين في الانتخابات البلغية الآن نحن يعني أنا تقريبا أعطي هذه المرحلة أو الدورة الثالثة أعطيها خمسين بالمئة من الوعية ومن الثقافة ومن المسؤولية الاجتماعية نؤسس للمرحلة قادمة مرحلة قادمة بحيث أنا أجزم إن شاء الله بعد أربع أو خمس سنوات من الآن سيكون هناك وعي وسيكون في مشاركة متى ما كان في إعطاء فرصة أكبر للشباب جيد عموان سأنتقل بك وبي ضيوفي في الأستوديو وكذلك ضيفتنا من جدة الأستاذة عبير لهذا الاستطلاع الذي تكلم عن مشاركة المرأة والشباب في الانتخابات البلدية لنعود مرة أخرى الأستاذة سلمة ونأخذ رأيها فيما يتعلق بالوعي وفقرات مهمة جدا ممكن طرحها لهذا الاستطلاع التقرير والله أنا أشوف المجلس البلدي هو يمثل الناس في النهاية هو يمثل صوت الناس هو صوتهم بالإحساس بالخدمة هو التغذية الرجعية بإحساسهم بالخدمات المقدمة للبلدية وبالتالي هو وسيلة مراقبة لا مباشرة وبالتالي أكيد أن المرأة والشاب اليافع من سنة 18 يعني بيكون لهم دور وأكيد أن لهم خدمات يستفيدوا منها من البلديات وبالتالي صوتهم مهم وتواجدهم مهم من الناخبين الفكرة جدا ممتازة وخاصة أنه سامحوا للمرأة في الانتخابات بس أشوف أن الإقبال ضعيف يمكننا لسه يبغالها دعاية أكثر وأنا مع الفكرة بالعكس ومع تخفيض السن لأنه إحنا في الجيل الصاعد المفروض أنه ناخذ رأيها المفروض أن نشاركة يعطينا أراءة وفي النهاية إحنا موضوع المصلحة للجيل للجيل اللي نبني عليه خطوة في محلها ويجب إعطاء الشباب فرصة المشاركة والله فيه تفتح فيه ناس تهتم بالموضوع هذا يعني يهتمون من تحت السنة الثمنتاش وبرضو المرأة لازم الآن يعني أصر التفتح برضو المرأة لازم يعني يدخلونها بكل شيء ممتازة الانتخابات زي ما تقول المرأة مشاركتها بعد زين يعني خليه يصير هناك للمرأة دور لها لو برشح أنا أرشح الناس اللي زي ما تقول الممتازين ناس الكبارة الصغار لا ما أرشح الصغار أرشح الناس الكبار اللي سنه من فوق الأربعين هذا لأنه يعارف الأمور ومتفهم الأمور ويعرف كيف يعني يشوف المشاريع ويدرس المشاريع واهتمامه بالبلد ويعرف ويش اللي ناقصه والله برأيي بما أنه أغلب العالم ما تفاعلوا مع الرجل وولث ووثقوا مثلا في الانتخابات من أول وثاني يعني الكلام الأغلب يقول أنه واسطة ما عرفه مجرد وقت الانتخابات الناخب يبرز نفسه وبعدين ما عد ترقاه ولا عد تدري عنه فما بالك إذا قالوا امرأة أو شخص إلى حوالي سن الثامنة عشر أكيد نفس الفكرة أدنا لكم أحبتنا في كل مكان كان هذا التقرير عن ما يتعلق بالمرأة والشاب فيما يتعلق بالانتخابات فقط سيكون حديثنا خلال خمس دقائق المتبقية في إغلاق مواضيع أو محاول هذه الحلقة أستاذ سلمة أواشي رأيك في التقرير ثانيا فيما يتعلق بالتوعلة ذكرتها قبل قليل زركناها لآخر الحلقة حتى تكون خاتمة حلقتنا لهذا اليوم شكرا لك التقرير جميل أنه زي ما قلنا من قبل يعكس تطلعات ناس مختلفين وأراء مختلفة وهذا اللي نطمح لنا أن يوصل في المجالس البلدية أنه تمثيل لكل فئات المجتمع اللي حابة أقوله أنه زي ما قلت لا زال عندنا وقت أن نسجل كل اللي أحتاجه وثائق أجهز الوثائق يعني بطاقة الهوية شيء يثبت أن وين ساكنة أروح للمركز الانتخابي أحمل تطبيق انتخاب موجود على الجوالات أو أدخل انتخاب.gov وألقى وين المركز الانتخابي الأقرب لبيتي سهل جدا يدخل زي جوجل مابس أوصل للمركز ما يأخذك خمس دقائق أنا ما أخذني أكثر من خمس دقائق أسجل عشان أضمن أني أقدر أشارك فهذه دعوة للنس تقدر تروح تشارك اللي حابة بيأخذ معلومات أكثر وشاهدنا اليوم وقال أنا أبوه معرفة أكثر أدعوه أن يزور وطنية.com ويتابع النهضة عشان يعرف كمان أكثر ويهاشتغ صوت كيف لك أيضا دكتور آمال فيما يتعلق بالتقرير بالذات رأيك فيما قال أنا ريد كبار وأيضا أستاذ سالم ممكن يعني له قليل أني مؤيد لرأيي أستاذ سالم أنا رأيي الاثنين مهمين الكبير مهم والشاب مهم الشباب هم عماد المستدبل يتعلموا من خبرات الكبار الكبار عندهم خلفيات جيدة حتى لو ما دخلوا المجالسة البلدية حتى لو ما مارسوا أي شيء لكن عندهم خلفية قوية تبين كيف بناء المستقبل والرجل والمرأة في تكامل وتوازن بينهم هم في البيت وفي الحي وفي الشارع وفي الانتخابات كل مكان وإحنا علينا هالحين نفكر في الأجيال كيف نبنيهم أفضل بناء أستاذ سالم إذا حبيت أنا أتفق مع أختي سعدة الدكتورة وأتفق مع أخي سعدة الدكتور لتحدث عن الصغر والكبار نعم هذه فرصة لخلق قيادات المستقبل واستفادها من خبرات فالوجود الكبير ووجود الصغير هو ربما يحقق هذه المعادلة وأنا أختم إذا سمحت لي بجزئية صغيرة أنا أتمنى أن يمد ربنا يمد جميعنا بالعمر إلى أن نلتقي في المستقبل وسنقيم التجارب السابقة بمنظار ربما أكثر واقعية يختلف ممتاز أستاذ عبير آخر ما تريدين قولة خلال الدقيقة القادمة لك الفرصة أولا أن أشكر الزملاء على هذا التقرير الجميل أعطاء الفرصة للفئات مختلفة في الأعمار للآراء بس أنا أود شارك في جزئية مهمة في التقرير أنه السيد الذي ذكر أنه نأخذ العمر السني الكبير نحن نقول أنه لو أعطينا المرحلة العمرية لفئة 18 سنة أعطيناهم الفرصة بإشعارهم بالمسؤولية نحو وطنهم ونحو مجتمعهم كيف يشاركوا هم لهم دور فعال في تحمل المسؤولية هذا بيعطي بناء بناء مستقبلي لتطلعاتهم ومستقبلهم ولوطنهم ما الذي يمكن يبنون لمصلحة المجتمع ككل هذا شيء مهم دكتور محمد علي معاشي آخر جملة أو آخر دقيقة ولك الفرصة فيها شكرا على التقرير أنا اللي أتمنى يعني يحدد سن المرشحين طبعا الناخبين معروف أنه من سنة 18 عام فما أعلى لكن بالنسبة للناخبين أتمنى عفوا المرشحين أتمنى يكون من سنة 35 إلى 50 نبج فكر درجة كبيرة من الخبرة الشباب في سنة 18 يعني يفضل دخولهم كناخبين وليس كمرشحين حتى يسقلوا يعني ممكن الفترة القادمة بعد 4 أو 5 سنوات يدخل كمرشح ويثبت وجوده هذا ليس تقليل من الشباب ولكن لنقص الخبرة في هذه المرحلة العمرية جيد عموما أشكرك دكتور محمد علي معاشي عميد خدمة المجتمع في جامعة جزان شكرا لك يا أستاذ عبير آل بستنجي العلامية من جدة كذلك شكر موصول لك يا أستاذ سلمان راشد رئيسة مشروع قدرة بجمعية النهضة شرفتنا في الستوديو دكتور أمال بدر الدين أهلا بك وشكرا لك على حضورك وكذلك الأستاذ سالم اليامي الكاتب والصحفي وكذلك مستشار في وباحث في العلاقات التولية شكرا لمجيك هنا في الستوديو لتغذية هذه الحلقة فيما يتعلق بالانتخابات البلدية وما جرى عليها من جديد بإذن الله نلقاكم في بداية الأسبوع المقبل تقبلوا كل الشكر مني أنا عبد العيز الناصر إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة